طالب مجلس النواب الأمريكي بالحد من تمويل مؤسسات الرعاية الصحية التي تجري عمليات الأجهاض وغيرها من خدمات تنظيم الأسرة من الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي وحتى يصبح مطلبهم أمرا ملموسا على أرض الواقع أقرى المجلس مشروع قانون يسمح لأي ولاية من الولايات الأمريكية أن تصادر المساعدات الطبية المالية المقدمة لتلك المؤسسات يسعى النواب الأمريكيون ولا سيما مناصر الحق بالحياة من خلال هذا المشروع إلى تغيير مسار المساعدات المالية الطبية لكي لا تقع بين يدي هذه المؤسسات فقد أثبتت الأحصاءات العام 2013 أن أكثر من 40% من دخل المؤسسات التي تعنى بالإجهاد وتقوم بتنظيم الأسرة يقوم على الضرائب والمال العام في المقابل دافعت جمعية تنظيم الأسرائي